السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اول حاجة في الدرس النهاردة عندنا ستوري جميلة بالدور ما بين اتنين يطرى مين الاتنين دول؟ الاتنين دول الباليكن والبير الباليكن زي ما قلنا هي البجعة والبير اللي هو الدب يطرى ايه اللي هيحصل ما بين الاتنين؟ هنشوف في درس النهاردة تاني حاجة عندي هاخد الفرق ما بين البيت تقيلة والبيت خفيفة ترى هيكون ايه احنا قلناه قبل كده بس هناخده النهاردة في درسنا علشان نشوف مين فاكر ومين ناسي والحاجة الاخيرة اللي هناخدها النهاردة هي او الارقام العشرية وهنعرف يعني ايه الارقام العشرية وهنتعلم ازاي نقراها علشان كده تابعوا معنا الدرس للاخر اول حاجة حلوين زي ما تعودنا طبعا هناخد الوردز اللي هي الكلمات انا هقرأ الكلمات وكالعادة انتوا هتقولوا ورايا اول حاجة عندي pelican بغع bear bear dub describe 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 يوسف river نهر hungry hungry gaya both 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 كلاهما يعني الاتنين whisper 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 يهمس left 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 يرفع paw 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 يعني قدم الحيوان ready 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 جاهز excuse me excuse me excuse me يعني معزرة surprised 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 يعني مندهش angry 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 غاضب I'm sorry I'm sorry I'm sorry أنا آسف بعد كده عندي juicy 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 يعني طري أو كثير العصارة يعني في عصارة كتير يعني زي ما يكون fresh أوكي بعد كده عندي lick 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 يلعق happy 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 سعيد shouts 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 يصيح want 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 يريد fun 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 متعة interesting 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 شيق boring 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 ممل right 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 صحيح wrong 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 خطأ وبعد كده حلوين مكملين مع الكلمات reach for reach for reach for يصل إلى look at look at look at ينظر إلى scared of scared of scared of خائف من looks down looks down looks down ينظر للأسفل flying away flying away flying away يعني يطير بعيدا ready to ready to ready to مستعد take out of take out of take out of يعني يخرج for dinner for dinner for dinner يعني للعشاء oh no oh no oh no يعني oh لا ودي بتعبر عن التعجب أو الدهشة there is no there is no يعني لا يوجد وبكده يا حلوين تكون الكلمات خلصت يلا بسرعة نروح للstory اللي هي the pelican and the bear يا طرى البلican والبير هيحصل ما بينهم ايه تعال نشوف المغامرة دي اول حاجة زي ما انتو شايفين عندنا pelican وعندنا bear والاتنين في فبقهم ايه يا حلوين excellent في فبقهم السمكة اللي هي fish بيقول لي a pelican and a bear are in the river يعني pelican و bear هما الاتنين في في river أو في النهر they are very hungry وهم الاتنين جاعنين they are both looking at a big juicy fish احنا قلنا both يعني الاتنين مع بعض الاتنين جاعنين والاتنين بيبصوا على سمكة كبيرة والسمكة دي جوسي يعني طرية بعد كده the bear reaches for the fish it lefts its bow يعني ال bear اللي هو الدب وصل للسمكة ويحملها ما بين ايه ما بين ما خلبه طيب the pelican opens its beak beak اللي هو المنقار بتاعها it's ready to take the fish out of the water يعني البجعة فتحت المنقار بتاعها وكانت مستعدة انها تطلع السمكة من الميا وتأكلها يا طرية هتقدر ولا لا the bear sees the pelican الدب بشاف البلكن اللي هي البجعة the pelican says the bear يا طرية اللي هيحصل ما بينهم لما كل واحد فيهم شاف التاني وكل واحد فيهم جعان وعايز يأكل السمكة اكيد ممكن تحصل ما بينهم خناقة تعالوا نشوف excuse me the pelican says that's my fish يعني لو سمحت دي سمكة بتاعتي the bear is surprised and angry pelican look at my clothes now look at my teeth that's my fish الدب طبعا كان مندهش وفي نفس الوقت كان غضبان زي ما احنا شايفين في الصورة وقال لها يا بجعة بصي في مخلبي وبصي في سناني السمكة دي سمكتي يعني بيقول لها انا قوي وانتي ما تقدريش علي فبلاش تدخلي معايا في خناقة افضل بعد كده يا ترى هتخاف ولا لا زي ما احنا شايفين من منظرها انها خافت the pelican looks scared خافت وقالت له i'm sorry bear it whispers يعني قالت له كده بصوت واطي منكسر انا اسفى يا دب يعني مش هتعمل كده تاني لكن هي زكية واكيد هتعمل حاجة تانية تعالوا نشوف مع بعض طبعا اللي هو الدب اكبر واقوى من البجعة بس قلنا البجعة مش هتسقط يا ترى هتعمل ايه طبعا مش هتستسلم ابدا تعالوا نشوف the bear طبعا الدب مبسوط باللي هو عمله وحاس انه هو انتصر عليها the bear likes its paw the bear is happy because it has a big fish for dinner يعني الدب مبسوط وبدأ يفرح ب اللي هو عمله علشان هو معه سمكة كبيرة وهو جعان then the bear locks down oh no it can't see the fish بعدين ال bear بص كده التحت علشان يشوف السمكة لكن للأسف هو مش شايف السمكة يطر السمكة راحت فين it can't see the pelican ومش شايف البجع يطر اللي حصل pelican where are you bear shouts يعني بدأ بقى يزعق ويعلي صوته ويقول لها يا بجعة انت فين there is no pelican مفيش بجعة but he can hear the happy pelican flying away وزي ما انتو شايفين انه هو كان مصدوم لما شاف البجعة طايرة لفوق وهي مبسوطة وفرحانة بانها اخدت منه السمكة وبكده تكون القصة انتهت ونروح لل فونيكس تايم وفونيكس تايم النهاردة عندنا حرفين هما الاتنين يشبهوا البعض في النط لكن فيما بينهم اختلاف وطبعا دول البي sound والبي sound اللي هو حرف البي التقيلة وحرف البي الخفيفة طب يا حلوين اللي قدامنا ده حرف البي التقيل ولا الخفيف excellent البي التقيلة او الهيفي طب ليه بنقول عليها هيفي بنقول عليها هيفي او تقيلة لاننا بنبذل المجهود واحنا بننطقها يعني بنطلع هوا واحنا بننطقها بقول با 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 اوكي بنطلع فيها هوا طب يا ترى ايه الكلمات اللي بتبدأ بحرف البي او عرف البي اوكي عندي كلمة با با pen اوكي ادينا بنطلع فيه هوا نحط ايدينا قدام بقنا علشان نشوف الهوا اللي طالع بعد كده عندي ابل 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 اوكي ابل ايه كمان top 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 يبقى عندي تلات كلمات ممكن البي تيجي اول الكلمة زي pen وممكن تيجي في نص الكلام زي apple وممكن تيجي في نهاية الكلمة زي top اوكي وفي كل الاحوال هنطلع فيه هوا لانه زي ما قلنا الساوند نفسه تقيل الساوند نفسه تقيل او دي heavy p طيب تعالوا نشوف البي الخفيفة هننطقها ازاي يبقى البي هننطقها بشكل خفيف جدا ما نطلعش فيها هوا خالص تعالوا نشوف الكلمات ونشوفها هننطقها ازاي بوك 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 اوكي ما قلتش باك لا بوك بوك اوكي بوك بوك ودي هنطقها بشكل سهل ومش هنطلع فيها هوا ولا هنبزل فيها اي مجهود وكده حلوين عارفنا نفرق ما بين البي ساوند والبي ساوند تمام؟ بعد كده هنروح لحاجة تانية اللي هي خاصة بالرياضيات اللي هي decimals او الارقام العشرية طيب يعني ايه decimals او ارقام عشرية؟ الارقام العشرية هي الارقام اللي اقل من الواحد الصحيح اللي اقل من الواحد الصحيح طيب على سبيل المثال لو عندي سمكة زي ما احنا شايفين في الصورة او لو عندي كيك او اي حاجة كاملة دي بنقول عليها whole one او one يعني واحد صحيح طيب ممكن نقسمها لاربع اجزاء وكل جزء في دول ممكن يبقى خمسة وعشرين من مية تمام؟ يعني هي على بعضها كاملة مية على مية يعني واحد صحيح تمام؟ يبقى one hundred over one hundred هيديني whole one او واحد صحيح تمام؟ طيب يبقى لو قسمناها اربع تربع كل ربع هيبقى خمسة وعشرين في المية اوكي؟ يبقى الربع خمسة وعشرين من مية لو نص هيبقى خمسين من مية ولو ثلاث ارباع هيبقى خمسة وسبعين في المية ولو كلها على بعضها كاملة هتبقى مية على مية اللي هي whole one او الواحد الصحيح طيب ازاي هنقرأ الارقام العشرية دي او تعالوا مع بعض نشوف بصوا يا حلوين اولا عندي حاجة اسمها البسط والمقام البسط اللي هو بيبقى من فوق والمقام اللي بيبقى من تحت يعني عندي مثلا خمسة وسبعين على مية نقول ايه؟ نقول seventy five over one hundred يعني خمسة وسبعين على مية هيددونا كام؟ هيددونا خمسة وسبعين من مية طيب هنقرأ الرقم ده ازاي؟ هنقول ايه؟ السفر اللي احنا شايفينه ده ممكن نقول عليه zero وممكن نقول عليه note اوكي؟ وعندي بعد كده النقطة دي هنقول عليها dot هنقول عليها point سوري هنقول عليها point اوكي؟ بعد كده الرقم ممكن نقرأ بطريقتين ممكن نقول seven five وممكن نقول seventy five اوكي؟ يبقى عندي السفر هنقول يا اما zero يا اما هنقول not بعد كده عندي النقطة الصغيرة هنقول point والرقم هنقرأه بطريقتين يا اما هنقول seven five يا اما هنقول seventy five تمام؟ طيب يا ترى الـ 75 من مية اكبر ولا الواحد الصحيح؟ ممتازين الواحد الصحيح هيبقى اكبر من الـ 75 من مية لانه الـ 75 من مية ناقص منها ربع يعني السمكة كده اخدنا ربعها بس يبقى لو عايزين نقول اني الواحد الصحيح اكبر من الـ 75 هنقول ايه يا حلوين؟ هنقول one is bigger than note point seventy five او ممكن نقول point seventy five ممكن ما نقراش الزيرو اللي من بره ده اصلا ونقول point seventy five يبقى الواحد الصحيح اكبر من الـ 75 من مية يبقى كده الـ 75 من مية اصغر يبقى نقولها ازاي؟ نقول point seventy five او point seventy five is smaller than one ممتازين حبيبي؟ طب يلا ناخد من السمكة ايه؟ يلا ناخد من السمكة نص ونشوف ايه اللي هيتبقى منها يبقى نقول fifty over one hundred equals يعني هاي تدينا point fifty هاي تدينا كام؟ هاي تدينا خمسين ممتازين طيب لو اخدنا من السمكة ربع هيتبقى منها ايه؟ هيتبقى منها ربع ممتازين حبيبي؟ لو اخدنا من النص ربع هيتبقى ربع واحد بس يبقى هنقول twenty five over one hundred equals هيستوي كام؟ هيستوي point twenty five او point two five اوكي؟ طيب مين اكبر يا ترى؟ الربع ولا النص؟ ممتازين النص اكبر من الربع تعالوا نقولها مع بعض هنقول point fifty is bigger than point twenty five يعني الخمسين من مية اكبر من الخمسة وعشرين من مية اوكي؟ طيب يبقى الخمسة وعشرين من مية كده اصغر هنستخدم لها excellent هنستخدم لها smaller than smaller than يبقى نقول point twenty five is smaller than point fifty يبقى الخمسة وعشرين من مية او الربع بيكون اصغر من النص زي ما قلنا يا حلوين الwhole one هو الواحد الصحيح لو استمناها لأربع تربع يبقى عندي أربعة كل ربع فيهم خمسة وعشرين من مية تمام؟ وتعلمنا ازاي هنقرأ الرقم العشري او decimal number وبكده يا حلوين يبقى درس النهاردة انتهى ونتقابل بإذن الله في الدرس الخامس والسادس اللي هما آخر درسين في يونيتو وما تنسوش تشتركوا في القناة وتذكروا كويس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته